شهر رمضان المبارك اقترب تقريبا كده احنا في عدة تنزل كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير عايزين نعمل ازدال رمضان طب ما نشري جاهز اونلاين وبسرعة ويجي لنا بسرعة ولا ننزل على المحلات والشري واحنا واقفين ونروح نلبسه للتعب والتفصيل ونختار قماش ونختار تفصيلة ما هل انتو بتشوفوه مش ازدال يا جماعة الحاجات اللي انتو بتشوفوها في الاسواق والمحلات مهيش ازدالات في تلت خامات ما ينفعش نخرج بهم في الشارع الستان القطيفة الفيزون التلت خامات دول للبيوت مش للشوارع مش للجوامع التلت خامات دول بيبرزوا الجسم جدا وكمان لو واحدة مليانة شوية مش عايز اقول لكم بقى بتبقى ماشية في الشارع ازاي والغريبة اني محدش بيتكلم بس الناس بتكلم فيما بينها بيفضلوا يعلقوا فيما بينهم بس وانتي ماشية شايفة انو حلو حتى صحابك والمقاربين لك دايما بلوك الله الازدال ده جمل قوي بس لو احنا بصينا على شروط وضوابط هذا الازدال هنلاقيها مش مناسبة بالمرة لنروح بيها ترويح ولا حتى نخطي بيها بين باب الشقة عرفتوا ايه فايدة التفصيل فايدة التفصيل انك هتعملي حاجة لا تشف ولا تصف انك هتعملي خامة ممكن تكون كرب او قطنة او ماشية تكون مريحة للجسم وكمان هتكون مناسبة وموافقة للشرط المطلوبة للازدال فاهمتي ايه فايدة الازدال او ايه فايدة التفصيل مش بس كده والله ده اوفر بكتير من اللي انت بتشتريه العرقام بقت فلاكية والناس بقت بتقول او بس شكله حلو ماه كل حاجة غليت كل حاجة اسعارها ارتفعت بس لو بصيتي انت محتاجة اصلا في الازدال بتاعك 3 متر ونص من قماش الكريب ولا حتى من القماش الفسكوز ولا من القماش القطن او 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 هتلاقي انه مش هيجيب خالص ربع 8 جاهز فاهمتوا ايه فايدة التفصيل بس انت خايفة بواز القماش ماهو الكلام ده لو انت مش متابعة معانا ماهو انت لو مش متابعة معانا ان احنا اصلا في قناتنا بنعمل الكلام ده على 3 مرات اول مرة بنشرحه كده على الورقة ونقصه تاني مرة بنوصق المعلومة وبنقصه على قماش صغير تاني مرة بنجيب القماش الكبير وبننفذ عليها تبقى التالتة تابت مش هتتعلمي ازاي عرفت ان الموضوع سهل وبسيط انت حتى ممكن تجيبي دلوقتي قماشة ملاي السرير وتعملي معايا الازدال وهتلاقي انك عاملة حاجة احلى من اللي برا مختلفة عن اللي برا مش متكررة مش كل الشارع لابس شبه بعض اياكم والقماشة القطيفة المجاسب التالت ادوار مش ازدال والله ما ازدال انا مش هوعظ بس ما ينفعش نصلي بيه انا مش هقولكو قال الله قال الرسول اكيد كلنا فاهمين اللي ينفع نخرج بيه و اللي ينفع نقعد بيه في البيت هتتابعوا معانا هنعمل الازدال حاجة كده فطفاضة شكلها حلو لشهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات بالمناسبة اسمه شهر رمضان المبارك مش الكريم تمام طيب عايزة يعني كمان اقول لكم ان الازدال ده بيبقى حاجة مختلفة بشهر رمضان بتساعد ع روحانيات يعني ايه بتساعد ع روحانيات يعني ازدال جديد مكان جديد هامل له الصلاة فبس تحضر روحانيات شهر رمضان المبارك وحطة الخشوع لما يبقى عندي المصحف ليا السبحة الالكترونية او العادية انا بحب العادية قوي ومكان كده نضيف واصلي فيه مينفعش ابدا اشوف تعليق زي واحدة بتقول يا جماعة يجوز اصلي بالبيجاما في البيت اصلي بالبيجاما في البيت طالما واسعة طب وانت يجوز تنزلي من بيتك اللبسة البيجاما طب ما هي واسعة ما هي زي البنطلون انت بتخرج بيت ينفع اخرج ببيجاما مستحيل الناس تقول علي ايه ايه انا لازم قبل ما اخرج اه يعني اه تأمك في نفسي كده والبس كده واطقم كده وعمل تشكيلة الوان والطرحة لا ده مش مكوية ده لازم تكوي والشنطة الفلانية طب ليه لما اصلي ابقى مكسلة البس الازدال وهي منطق هذا من الاولى بالهزا الاستحضار والاستعداد الناس امراب بالناس الناس امراب بالناس الاولى بالاستحضار يا سادة هو رب الناس الاولى اني البس حاجة مضيفة هو رب الناس الاولى اني اطيل السجود والركوع هو رب الناس والشرب لازم يتلبس الاختلاف والله كان في بطن الرجل يعني في المنطقة اللي تحت كده مش اللا هو لازم تتغطى يعني لما يكون الازدال طويل اوي اوي هيبقى سهل انه انا عادي ما لبس شراب لكن انا اصلا اختلف انه قلب الشراب واللائية دي بعد مشكلة فلازم هو ده الاولى بالاستحضار هو اني اصلي في مكان ناديف واني كل لبسة شرابة كل لبسة الازدال ناديف وكويس اوي 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 هتتبعوا الازدال بتاعنا هتتبعوا الازدال بتاعنا على ايه على قنواتنا خياطة وتدبير واعادة تدوير وكمان قناتنا الخياطة اسهل مع ام عبد الرحمن بنشرح مرة واثنين وتلاتة علشان نوثق المعلومة وكل سنة وحضراتكم طيبين وكل سنة وانتم بخير دايما يا رب وسلمين تركوا في العاية الله السلام عليكم ورحمة الله